شكراً للزميلة علي الهملي على هذا التقرير المميز مشاهدين مستمرين متواصلين معكم مثل ما تشوفون موجودة وين موجودة في هذا الركن الخاص بالطبخ ووصلنا معكم إلى هذه الفقرة الجميلة مع الشيف رامي الجبرائيل أول شيء يسعد صباحك شيف صباحك خير وبركة أمل يسعد صباحك صباح الخير لأخو المشاهدين جميعاً نرحبك في البداية وطبعاً دائماً عوتنا شيف أنك أنت تحضر لنا أطباق لذيذة وتكون كذلك صحية ممكن نحضرها في المنزل بطرق جداً سهلة صحيح مكونات كذلك متوفرة موجودة في كل بيت صحيح شو بنسوي اليوم؟ اليوم طبقنا نوعاً ما رح يكون غني منوع الطبق الرئيسي عم بحكي عن الفتاة الشامية الفتاة الشامية في أنواع كثير طبعاً الفتاة الشامية رح نحكي عنها بسياق الحلقة ولكن اليوم خصصت الموضوع لفتاة الدجاج بالسمنة ورح نعمل أيضاً الخيار الثاني اللي هو فتاة الحمص بزيت الزيتون يعني الخيار اللي يكون أخف شوي للأشخاص اللي مثلاً فيه مثلاً تحفظ على استعمال السمنة أو البروتين اللي مصدره حيواني نعم بنفس الوقت اليوم رح نعمل سلطة القيصر هي من السلطات اللي جداً مشهورة من السلطات الشرق أوسطية أيضاً رح نعملها اليوم بالروبيان الروبيان طبعاً مشوي أو مسلوق ولكن أنا بفضل أنه يكون مشوي رح نتعرف أيضاً على طريقة تحضير السلطة وهي سر خلينا نحكي السلطة في سلطتها نعم مقاديرها بتكون بشكل أساسي بتعتمد على المايونيز ممكن يكون خفيف الدسم أو كامل الدسم حسب الرغبة جبنة البرمزان أساسية جداً في تحضير السلطة نعم في عنا سمك الأنشوة اللي هو بيكون معلب وموجود من أيضاً المقادير الأساسية الخردل القليل من سلطة الورشستر اللي هي السلطة البني السوداء نعم خلينا نحكي وزيت الزيتون شوي من الثوم والأوريغانو ورح نستعمل أيضاً الكيبرز أو القبار بطبيعة الحال هذه النوع من السلطة ترافق بخبز محمص ممكن يتنكه نعم 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 نكهة جبنة البرمزان أو الأعشاب متوفر عندنا بعد أكيد طبعاً نحن أنا محضرة مسبقاً لأنه تمام يحتاج لتحميص مسبق بالفرن قبل ما نروح للعصير اللي بنسويه اليوم مع المشاهدين برجع للفتة للفتة اللي نحكي عنه هاي بنتكلم أكثر عنها هناك أنواع كثيرة صحيح الحين بنتكلم عن المقادير اللي بنستخدمها لوصفتنا اليوم صحيح هلأ بداية الفتة فيها عنصر أساسي مشترك بيكون بين كل أنواع الفتات اللي هي صلصة الطحينة مع الروب اللي نحن نسميها البدوة أو يعني بشكل مختصر الطحينة مع لبن الروب ما نضف لها رح نضف لها شوية عصير ليمون من نكها بالقليل من الملح والفلفل وهيك بتكون ممكن أخففها أنا بإضافة ماء تماما أو حتى مرق الدجاج أو مرق الخضار لو كان متوفر الدجاج لازم يكون مسلوق ومسبقا وطبعا منزوع العظم والجلد الخبز المحمص أساسي جدا وممكن يكون مقلي أيضا في الزيت الطريقة التقليدية هي أن يكون مقلي في الزيت تمام ممكن أنا أعمل به مش بالقلي بالتعويم وإنما القلي الخفيف اللي هي نسبة زيت تكون قليلة أو أستعمل المقلات الهوائية المكسرات المرافقة إلها بتكون هي خيارا ولكن الصنوبر أساسي جدا ممكن أستعمل الكاجو اللوز وبطبيعة الحال الطماطم المقطعة ناعمة والبقدونس ممكن ترافقها شيء أساسي جدا بدي أحكي عنه اللي هو الحمص المسلوق الحمص لازم يكون مسلوق نوعا ما يعني هيك الحبة أكيد مستوية 100% ما يكون فيها يعني هيك القرشة القاسية بالإضافة للشيء هذا أنا رح أحافظ على مية الحمص وأضيف لها الكمون هذا شيء أساسي جدا ورح أحافظ أيضا على المرق الدجاج اللي سلقت فيه الدجاج اللي بيكون أيضا ملكح بالباقة العطرية لأنه رح استعمله أثناء عملية تحضير فتة الدجاج السمنة رح تكون مرافقة لفتة الدجاج وزيت الزيتون رح يكون مرافق لفتة الحمص يا سلام نرجع مرة ثانية نتكلم عن العصير اللي ما تكلمنا عنه العصير اليوم يعتبر عصير شوية يعني غني وأيضا فيه نكهات متعددة بدي يعتمد بشكل أساسي على زبدة اللوز زبدة اللوز مع الفواكه المرافقة لها كتير بينسجم معها المنقا مع الأنناس والموز ورح يكون يعني العنصر اللي خليناحكي السائل اللي خليها لما بدي أخلطها بالخلاط لهوي حليب جوز الهند نعم ما شاء الله نحن كأشخاص شايف يمكن ممتخصصين في هذا المجال كيف نعرف أن هذه المادة الغدائية تنسجم مع هذه الفواكه على سبيل المثال أو هذه الخضروات كيف نعرف هذه الأمور كلها وكيف نعرف موازن اليوم ونمزج هذه المكونات كلها هذا الموضوع بيعتمد بشكل أساسي على ذوق الشخص ومزج هذه المقادير مع بعضها وتقبلوا لهذه المقادير مع بعضها هذا أول جانب الجانب الثاني ممكن يكون من خلال أنه إذا مثلا أضفت المنقا مع الأنناس الأنناس في نسبة حموضة معينة وفي نسبة حلاوة طبعا إذا لم يكن في استواء كامل لإلو ناضج تماما نعم بيكون شوية حامض هذه الموازنة ما بين النكهات تنسجم مع بعضها كلنا نعرف أنه زبدة مثلا الزبدة بشكل عام زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز تنسجم مع الموز بشكل عام وممكن نعمل حتى منها صندويشات للأطفال على الخبز مثلا زبدة الفول السوداني مع الموز الفرولة وممكن نحط عليها أيضا شوية مكسرات أو ممكن بس بوجرد ما نحطها على الخبزة ونتناولها ممكن تكون فطور غني أو مثلا خصوصا لصندوق الغداء تبع الأطفال وجبة صحية أكيد طبعا حليب جوز الهند أنا بحب استعمله بكثير من الوصفات بيكسر روتين والنكهات الثانية بيصير فيه موازنة ما بين هذه النكهات هذا الموضوع طبعا موازنة هذه النكهات بيصير من خلال التجربة أكيد لازم نجرب تماما لازم نجرب ونشوف كيف نتقبل أحيانا الأفكار قد لا تكون كثير هيك يعني ممكن شخص يستغرب أنه كيف رح نضيف هي مع هي يعني فالتجربة هي أفضل برهان وأنا بشجع دائما على اكتشاف يعني نكهات جديدة من خلال المزج وانسجام نعم هذا أكبر دليل أنه اليوم هناك بداء صحية كثيرة يعني خاصة للأطفال على سبيل المثال اللي يعانون من حساسية معينة حساسية اللاكتوز من الألبان يمكن استبدال الألبان ومنتجات الألبان والحليب بمثلا مصادر أخرى مواد غدائية أخرى مثل حليب جوز الهند وغيرها من البداء الصحية الأخرى كلام سليم تماما صحيح هذا الخيال لذلك أنا بدي مثلا أحاول أني أيضا أكون يعني وسيلة تثقيف خلينا نحكي المقادير البديلة أو النكهات البديلة اللي ممكن أستعيض عنها فيه ممكن نستعيض عنها بحليب اللوز لو حبيت أنا اليوم حسيت أن حليب جوز الهند رح يكسر النكهة شوي ورح يعمل توازن كنت حابب أستعمل حليب اللوز ولكن نكهة زبدة اللوز رح تكون قوية بشكل كافي وبالتالي رح تأدي الغرض اللي رح أحتاجه أنا منها لذلك استبدلتها بحليب جوز الهند ولكن هذا أيضا خيار ممكن يكون قاء نعم بالنسبة للسلطة وأنت تتكلم أنا عيني على السلطة هل هناك مكون يمكن استبداله يعني علشان مثلا للتغيير أو حد يتحسس مثلا من الربيان أو من مادة غذائية موجودة في هذه السلطة ولا مثلا فكرتها بتتغير واسمها بيتغير وطعمها بعد بيتغير هل الاسم بيتغير يقترن بالبروتين المرفق فيه نعم يعني فيني أعمل أنا سلطة القيصر مع الربيان سلطة القيصر مع الدجاج سلطة القيصر بدون أي شيء فقط مع الخس العناصر اللي ممكن أستثنيها مثل ما حكيت في عناصر أساسية ولكن للأشخاص اللي عندهم الحساسية مثلا أو تحفظ على التعامل مع البحريات ممكن أستثني سمك الأنشوة اللي أنا عم بستعمله أو الربيان وأستعيد عنه مثلا بالدجاج كبروتين مرافق نعم مثلا الميونيز أيضا ممكن يكون أيضا ما أستعمل فيه بياض البيض وبالتالي بيكون مصدره نباتي يعني كل العناصر اللي دخلت فيه نباتية مثلا سلطة الخردل تير بتعطي نكهة جميلة حدودية معينة وفيها نسبة من الحموضة أيضا اللي أنا رح أعززها بإضافة عصير الليمون هذه المقادير استثناء واحد منها أكيد ممكن يغير الطعم ولكن أكيد الطابع العام رح يكون موجود نعم تغيير الطعم بيكون لأذواق شخصية أو تحفظة جميل جدا يعطيك الصحة والعافية نرجع لك إن شاء الله في فقرة الطبخ خلال الحلقة وبنحضر سويا هذه الأطباق اللذيذة شكرا يعطيك العافية إذن مشاهدين مستمريين متواصلين معكم وأنتقل في هذه اللحظات إلى فقرة أخرى وفقرة سوقنا وسوق الجبال مع الزميل سلطان الشامسي هذه الفقرة اللي تم تصويرها مسبقا بالتحديد من قسم اللحوم دعونا نتابع حياكم الله مشاهدينا من جديد مستمريين معاكم ورجعنا مرة أخرى مع الشيف رامي الجبرائيل بنحضر سويا هذه الأطباق اللي خبرناها عنكم طبعا خبرتكم عنها أكيد في بداية الحلقة شيف يعطيك الصحة والعافية مشغول صح؟ طبعا أنا عم حاول أجهز موري لحتى أن نبلش بترتيب أطباقنا ونشوف كيف طريقة التحضير تمام شو أساوي رحين؟ اليوم عنا مثل ما حكيت فتت الدجاج وفتت الحمص رح نعمل بداية أنا بحاجة للحمص طبعا نكون مسلوق مسبقا لأنه بيمكن يأخذ تقريبا حوالي فترة ساعتين أو ممكن أستعين بالحمص المعلب أحتفظ بالماء طبعه ممكن أزيد شوي كمية كافية إضافية ورح أخليه دائما سخن ورح أضيف عليه شوي من الكمون وبطبيعة الحال لازم تكون أيضا ملحه معتدل تماما هذا بالنسبة للحمص طبعا نسبة الكمون اللي رح أستعمله اليوم رح تكون نوعا ما مميزة ليش؟ لأنه البقوليات مفضل أني انضيف لها الكمون طبعا بالإضافة للنكهة ولكن هي بتساعد أيضا على الأشخاص اللي عندهم حساسية وممكن تسبب غازات أو ممكن تسبب ألام لأنه نسبة الأزود فيها بتكون عالية بهذا بالنسبة للبقوليات والحمص مثل ما بنعرف من البقوليات اللي لازم كمان ناخذ شوية احتياطات إضافية بالنسبة للدجاج مثل ما حكيت مسلوق مسبقا مع باقة عطرية حتفض بالماء تبعه رح أخلي طبعا ونزعت العظم والجلد رح أخلي شوي لحتى يسخن بنفس الماء اللي أنا سلقته فيه ورح أوزع خلي الماء طبعا الحرارة عالية نطبق مثل هذه الوصفات نطبقها بالترتيب صح؟ يعني الحمص لاتم يكون مسلوق وجاهز عندنا صح أول شيء صح المسلوق سجاهز عندنا ولازم يكون أيضا حار والدجاج أيضا بنفس الشيء لازم يكون مسلوق وجاهز أنا مسبقا الآن سنحضر الصلصة اللي حكينا عنا صلصة الطحينة مع اللبن الروم طبعا رح أضيف تقريبا كل كمية اللبن الروم ممكن تحتاج لإضافة كمية إضافية بشوف أنا شو هي الكمية اللي أنا بحاجتها ونضيف الماء عادي رح أضيف الماء أكيد بس أنا رح أحاول أخففها شوي بداية باستعمال ملعقة وفيني طبعا كنا عم نحكي أنا وياكي عن تركيب صلصة الطحينة صلصة الطحينة هي أساسها هو زيت السمسم وبالتالي يعني بتكون غنية بالنكهة بنفس الوقت للأشخاص اللي عم بحاولوا إنه مثلا إذا كانت فيني أستعمل الحمص نفس الحمص اللي نحنا بنتناوله الحمص المسبحة ما نسميه نحنا ونخففه بشوية ماء وممكن أضيفه أيضا شوية لبن روب لحتى أحصل على القوام اللي أنا بديها رح أضيف طبعا أبدأ الحين بتحريكة باستعمال المضرب لازم نمزج كل المكونات مع بعض بشكل جيد أكيد أكيد نمزجها مع بعض وفيني أضيف أحد الخيارين إما أضيف ماء لو حبيت أو أضيف من نفس ماء الحمص اللي أنا سلقته فيه بس يفضل إنه ما يكون ساخن نعم شيف نحن في البداية تكلمنا عن الكميات كمية الروب لابد تكون نفس الكمية نفس كمية الطحينة لا كمية الطحينة بتكون أسمك شوية خصوصا إذا نوع الطحينة هو سميك على حسب النوع بعض صحيح صحيح لازم تكون تقريبا النصف وكمية الروب تكون الضعف نحن أضيف شوية ملح شوية فلفل أبيض لا الصلصة اللي هي نحن أيضا نطلق عليها اسم البدوة إلى تسمية البدوة البدوة نعم وفي أشخاص طبعا ممكن مثل ما حكيت تكون الكثافتها يعني رخوة شوي وممكن تكون اسميكا حسب الرغبة أنا اليوم رح أرخيها شوية صغيري بإضافة شوي من الماء والقليل من عصير الليمون عصير الليمون ممكن يشده شوية صغيري تمام بس بدي حاول أني أنا أحصل على القوام اللي أنا بديه تحريك بشكل مستمر لحتى أحصل على القوام اللي أنا بديه تقريبا حصلنا القوام اللي لباسه تقريبا تقريبا نعم تمام فيني أخفف أنا قدر الإمكان بإضافة الماء مثل ما حكيت لذلك هي عملية تقريبية ولكن تقريبا نسبة اللي لبان الروب هو ضعف كمية الطحينة تمام تخفيفها بيكون حسب الرغبة تمام طبعا هذا القوام بدي أنا بديه الحين الخبز محمص أو المقلي يفضل المقلي ليش المقلي صح هو ممكن تكون نسبة الزيت فيه عالية فيني أستعمل مثل ما حكيت المقلات الهوائية ولكن بحاجة أن يكون قوام وقاسي وبالتالي الخبز المقلي بيمتص الصلصة اللي رح أحضرها ببطء وبعطيني القرمشة اللي أنا بديها تمام في هذا الشكل رح أحافظ على الصلصة على الجنب ونبدأ بعملية ترتيب الصح تمام البدوة صح؟ البدوة البدوة جاهزة البدوة جاهزة تمام والحمص جاهز رح أخفف الحرارة عليه طبعا أنا كما حكيت الحمص مستوي الماء لازم يكون أيضا منكة والدجاج أيضا مستوي ولكن خليته دائما ساخن لازم يكون ضروري يكون ساخن الآن رح أقوم بعملية تحضير الفتة الدجاج بالبداية بحاجة أنا لكمية من الخبز المحمص وعندي أنا رح أحاول أجبا نفس الوقت أحضر الحمص يريد تتساعديني أمل بتحضير العصير إن شاء الله سوف أعطيكي بعاء العصير شكرا نحط بالأول الفواكه اللي موجودة معانا بالبداية اللي هي المانغا مع الموز والأناناس تمام حطيت ببداية الوعاء رح أخذ الحين من ماء الدجاج تمام وهي أسقي الخبز شوية بهذا الشكل وبعدين رح أضيف البدوة أو صلصة الطحينة وهي أساسيا في الفتة أكيد ضروري نضيفها بهذا الشكل طبعا كمية حسب ما أنا بدي رح نعملها على شكل طبقات حين رح أضيف لأناس أحط الكمية كاملة صح؟ لو سمحتي كل الكمية رح أضيف الحمص مع القليل من الماء اللي عبي طلع منه وبهذه الأثناء أيضا رح أضيف شوي رشة كمون فوق الحمص لحتى أعزز النكهة السمنة لازم تكون حارة رح لازم أبدأ بتحماية السمنة تمام حطها على حرارة عالية حتى نستعملها مع الدجاج شايف بالنسبة للعصير أحط الزبدة؟ زبدة لو سمحتي تقريبا ثلاث ملاعق أو أربع ملاعق أربع ملاعق أربع ملاعق ما يعاد الملاعقتين كبار هاي بالنسبة للحمص رح أحط باقي الكمية من الحمص كلها مع هون ورح أحتفظ بشوية صغيرة حين رح أضيف الدجاج ولكن أضيف شوية من الكمون هذا الشكل الكمون من الكونات الأساسية أكيد لازم ضروري جدا ضروري جدا والحين رح أضيف شوية من صلصة الطحينة ولكن رح أحاول أني أخففها كمان شوية صغيري أضافت ممكن شوية من الماء ونخففها لحتى نحصل على كثافة شوية أرخى من اللي أنا استعملتها في البداية هذا الشكل كثير رح يساعدني هذا الموضوع تقريبا شيخ حطيت أربع ملاعق زبدة اللوز والحين نحط الحليب جوز الهند رح أضيف باقي كمية الطحينة على الوجه ولكن أحتفظ بكمية لحتى أضيفها الخبز الحين مرة ثانية و يعني طبقتين من الخبز نعم الحين الدجاج اللي أنا حضرته نشوف كيف طبعا قطع الدجاج لازم تكون هيك منسلة تنسيل أو حتى قطع صغيرة تعطيني ال هذا الشكل شاهد السؤال سريع اللوز المحمص نعم 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 نحن نخليه للتزين للتزين تمام نحن نخليه للتزين نحن نخلصنا باقي كمية الطحينة على الوجه و رح أضيف طبعا الحين ال نحن 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 نضيف شوي من البقطونس على جنب لهذا الشكل مشال لا خلصت بسرعة شيف هاي هي سهلة لأنه ننبقوا جاهزة صح؟ المقادير جاهزة و بالتالي ما أحتاج كثير وقت يحن نحن نحن نضيف سوف نضيف السمنة على الوجه دعني أضيف الصنوبر هذا الشكل سلام الأدوان انظر جميل جداً دعني أساعدك في العصير نبدأ في الصلطة نبدأ في الصلطة بعد تمام ماذا نفعل يا شك الآن سوف نضيف باقي الماء والحمص الموجود معنا واستنى لحتى السمنة تحمل بشكل كامل وضيف المكسرات الباقية هذا الشكل المكسرات متوفرة جاهزة 100% خلصنا الفتة الفتة تكون تقريباً جاهزة لك أضيف آخر شيء السمنة ولكن فتة الحمص مثل ما حكيت بحاجة إلى زيت الزيتون على الوجه هذا الشكل نعم وممكن أضيف شوي من البابريكا تمام يا سلام بهذا الشكل لما بتحمل السمنة نعم بهذا الشكل بالنسبة لل السلطة السلطة طبعاً بحاجة أنا للخس بالنسبة للروبيان الموجود معايا الربيان أنا شاوي مسبقاً وأهم شيء في هذه السلطة هو تحذير السلطة مثل ما حكيت ببداية الحلقة شو بحاجة؟ أنا بحاجة إلى المايونيز ورح أضيف له جبنة البرمزان البودرة تمام فلفل وعصير ليمون مع القبار اللي هو بيكون طبعاً مقطعه بشكل ناعم جداً الكيكوس وأرح أضيف شوي من الثوم هذا الشكل شوف بس كريا العصير أكيد جاهز؟ دعني أزيد عليه شوي شباً و خردل ملعكة خردل صغيرة تمام زيت الزيتون ورح أضيف الأوريغانو يا سلام مع السمك الأنشوا بهذا الشكل وصلصة المورشستر تمام بسيطة جداً منها ورح أعطيك العصير تمام إن شاء الله لو سمحت العصير جاهز جاهز سنزينه ب اللوز اللوز بسم الله سمنا صارت جاهزة وصلصتنا صلصة السيزر صارت أيضاً جاهزة خلط بس كل المقادين مع بعضها ممكن أضيف شوية ملح بسيطة أو أعتمد على ملوحة سمك الأنشوا اللي أنا أضفته وهذا كافي جداً نعم خلطة بشكل سريع جداً رح يعطيها أيضاً قوام اللي أنا بديها قوام الرخول اللي أنا بديها رح أضيفها بشكل على الوجه وممكن أني حتى أتبلها مع بعضها بوعاء وبعدين أضيفها حتى لتعزيز النكهة لو حبيت رح أضيف أنا الصلصة بهذا الشكل ورح أضيف جبنة البرمزان الشرائح على الوجه بهذا الشكل فيني أضيف لو حبيت نوع من المكسرات أنا رح أضيف مبروش اللوز ولكن بعد ما أضيف بطع الخبز المحمص اللي أنا نكهته به تمام الأعشاب هذا الشكل رح أضيف شوي من اللوز حبيت أضيفه يعطي قرمشة يا سلام هكذا سلطتنا صارت جاهزة الآن آخر مرحلة للفتة اللي هي مرحلة السمن اللي صار حار كثير ولازم نعمل له الشيء اللي اسمه الطشة اللي هو نوعا ما بتكون شوية لازم يكون حاضرين فيها أخذ شوية من المياه لازم نحاسب أضيف السمنع على الوجه وأضيفها بهذا الشكل تمام تمام هكذا تكون فتتنا صارت جاهزة صلطتنا أيضا صارت جاهزة مع فتت الدجاج بالسمنع وصلطت السيزر وفتت الحمص والعصير بعد جاهز شو رايك؟ الزيت طبعا والعصير صار جاهز يعطيكي ألف عافية الله يعافيك يا رب حطينا اللوز على الوجه الله يسلم وهذا طبعا منظر جميل جدا ومميز جدا صحيح ومفيد وغني أيضا بنفس الوقت شكرا شف يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك يا رب إذن مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لا تنسونا تتابعونا خلال تطبيق مرايا ومتابعة كافة برامج الهيانة ألقاكم على خير غدا في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة